السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد الفترة الماضية كان فيه انقطاع للأدوات فيه أدوات توقفت فيه أدوات اشتغلت بخصوص أدوات الـ iCloud وكان كثير ناس تسألني إيش الأدوات اللي شغالة وشو اللي ضلت شغالة وشو اللي ما ضل شغال فيه أدوات طلعت من الخدمة وفيه أدوات ما زالت تعمل فرح نبلش بسلسلة فيديوهات ابتداءة من هذا الفيديو نعمل فيها فيديوهات للأدوات اللي شغالة دايماً بدك تتابع مع الأدوات إنها شغالة أو متوقفة من خلال فيديوهات اللي رح ننزلها دايماً باستمرار قرأت في البداية دما كنت بشترك بالقناة اشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد اليوم عنا آيفون 7 على آخر إصدار لغاية تاريخ 21 سبعة الفين وخمس وعشرين اليوم رح نفتح بأداة فتبليو رام ديسك طبعاً هاي الأداء أداتي خاصة إلي شرحتها في فيديوهات سابقة أي شرح أي شرح أي شرح يعني فيه كتير شروحات زاعد شرحت أدوات ثانية ولكن يعني الناس تحكي لي بدوا يتأكدوا إنه الأداء تشغالة تمام أمور كويسة ورح أبلش أنا السلسلة رح أبلش من عندي ورح أبلش بكل الأدوات الثانية منها كل الأدوات المدفوعة والمجانية رح أترك لك رابط في الوصف تنزل في الأداء ورح تفتح معك الأداء بالشكل هاي كلمة السر لفتح الأداء لتسجيل الدخول رح تكون دي مو ألفين وخمس وعشرين حرف الدي صغير رح أترك لك إياه مكتوب بالوصف بتحب تعمل حساب بتفوت على الموقع وبتعمل حساب وبتفتح الأداء بحسابك إذا أنت حاب أنك أنت تشحن عليه رصيد وتشتغل تعمل أجهزة لوحدك بدون ما أنت تفتح على حساب الديمو وبعدين تسجل جهازك تعمل يعني تسجيل دخول في الموقع الرسمي FW Unlock Tools بتفتح معك الأداء بالشكل زي ما أنتم شايفين إصدار التليفون 1584 هذا آخر إصدار لآيفون 7 نزل جديد الجهاز زي ما أنتم شايفين مسكر iCloud بتعرفوا هذا الجهاز اللي ما إلو كبسة له أول خطوة بنعملها بعد ما نفتح الأداء بدنا نسجل الجهاز لازم نسجل الجهاز بنعمل نفتح للجهاز هون عشان نتأكد أنه هواني نفتح أنا نحكي أنا أبين لكم أنه أخذ إصدار هذا هو آخر إصدار 1584 لو رحنا على سمارت فلاش زي ما شايفين التقد كل الفلاشات اللي قبل وما في غير هاي الفلاشة 1584 بناخد السيريال للجهاز بننسخه كوبي أو بننسخه من الأداء ونروح على الموقع أو إذا ناحية السيربرات بتبحث عن خدمة FW RAMDisk وبتفاعل فيه كمان سيربر FW برضو موجود الخدمة بتفاعل السيريال نمبر هيك بنكون فعلنا السيريال نمبر بعد ما فعلنا السيريال نمبر الآن الخطوة البعضية بنبلش شغل على الأداء أول شي بدنا نروح نتحرك لخيار جيل بريك اللي هو هذا الخيار ما نستعمله ولكن بعد عمل جيل بريك لو فتنا على قيار بجيل بريك والآن والجهاز شغال هاي مشكلة بتصير عند الأغلب إنه بحكي لك ما بطلع لي أي شي فأنا الآن عندي نفس المشكلة ما طلع لي أي شي شو بعمل؟ باجي مباشرة بعمل بكبس على الإغلاق وبطفي وبطفي التليفون وبضغط على خفض الصوت بضل ضاغط على خفض الصوت ما بفلتها لغاية ما يدخل على الريكابر يموت بس خفض الصوت لوحده دخل على وضع الريكابر زي ما شفته صار فيه خيارات فنزل على الخيار الأخير اللي هو 15 ل 17 وبعطيه التالي هون بعطيني إنه لازم أضغط على خفض الصوت مع الباور مع ستارت عشان أدخله بوضع أدي أفيو موت بضغط التالي وبضغط الزرين بعد ما يصير 098 بفلت الباور وبضل ضاغط على زر خفض الصوت لوحده وبفلت كل الأزر ممكن هنا يعطيني إنه أفصل الجهاز وأرجع أشبكه وممكن يكمل أعطوني بفصل الجهاز وبرجع أشبكه عاشرة وبيكمل الإعدادات شفتوها بالأزرق كيف طلعت إنه لازم أفصل الجهاز وأرجع أشبكه إذا كان عندك الجهاز المعالج إنتل وجهازك أتش بي أو دل ما رح يطلع لك هذا المسج نهائي الجهاز اللي كنت أشتغل عليه قبل كان المعالج تابعه يدعم فما كان يطلع هذا المسج نهائي نفصل الكامل ونرجع نشوقه ونسكر هاي الشاشة نتأكد هون نعمل نعمل ريفريش أتأكد أنه أخذ شكرين أو نفتح عداد 3U tools لازم يكون عندكم 3U tools وآي هذا الزر من هذا الخيار. وبضغط على هلو باي باس نو سيريال نومبر تشينج. وبنتظر لغاية ما تكتمل العمل. طبعا هاي الاداة لو طفيت الجهاز شغلته ما برجع بسكر. بتقدر تشغل عليها حساب اي كلاود بدون اي مشاكل. طبعا ما بتقدر تنشئ حساب جديد على اي جهاز انت عمل له تخطي. تقدر تعمل على جهاز ثاني او تشتري اي كلاود جاهز او تشغل حسابك اللي عندك مباشرة. اما انشاء حساب جديد ما فيه. اللي بحكي لك بزبط انا بعطيك المعلومة النهائية ما بزبط نهائيا. ولازم انت تشغل علي اي كلاود منشأ مسبقة. على جهاز اخر. شفتوا كيف بعد عملية الجلي بريك ما ما عندك اصلا غير انك تكبس هلو باي باس اه بدون اي شي. زي ما انتم شايفين الجهاز فتح. مية بالمية. ما عارف هذا الفيديو يمكن يكون طويل. اللي زبان ما عملت فيديو. بسبب عدم التفاعل. اذا شفت فيه تفاعل يعني ان شاء الله راح اضل اعمل الفيديوهات. طبعا الجهاز زي وفتح راح ارجع اطفيه. وارجع اشغله. عشان في ناس تحكي لي بعد ما تطفي الجهاز وانشغله برجع. بيسكر. عشان تكون معلومة صحيحة على الجميع. يكون كلمة طويل. راح اعمل هيك في كل الادوات. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة. عشان يوصلك كل جديد. كريت اي فيديو بتحضره انك تعمل عليه لايك. يعني اللايك بساعد في رتش القناة. زي ما شفتم فتح الجهاز. ما رجع سكر والامور طيبة مية بالمية. طبعا راح يجي ناس حكي لي في عندي شبكة بتظهر انه الخط واضح وبيصلني رسائل. ما راح اقدر احكي لك انه كل الاجهزة راح تشتغل نفس الطريقة. ولكن في اجهزة بتشتغل معها شريحة طبيعي. ولكن مش كل الاجهزة. اشتغل معك شريحة. اشتغل معك رسائل. جهازك داعم. في فيرجينات خاصة. موديلات خاصة بالاجهزة. بتقبل ولكن مش الجميع. عشانك ما بقدر احكي هاي الاداة بتفتح بشبكة. فاحنا بنحكي بدون شبكة. هذا كان الفيديو اليوم. شاء الله يكون عجبكم. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.